ببلش الفيلم بهارس وهي عاملة نظافة كل يوم بتركب الباش وتروح تنظف ثلاثة بيوت ميس هارس بتكون أرملة وكبيرة بالعمر فقدت جوزها بأحد الحروب على ما بتذكر كانت حرب العالمية الثانية كان عندها أمية وحيدة تروح على فرنسا وتلبس من دار الأزياء ديور وكانت تجمع كل قرش بتعمله عشان تحاول تحقق حلمها بس مع الأسف كل مرة بتقرر إنها تجمع فيه المبلغ وتحط مبلغ لسفرها بيصير إشي وبروح المبلغ وفي يوم 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 روح على البيت لقت خاتم ألماس سعره كان جدا غالي فأخذته وراحت وضته على مركز الشرطة سحية الثاني يوم لقت صاحب الخاتم بعت لها مبلغ محترم من المال وبنفس هذا اليوم أجاها واحد ميس جيش وعطاها راتب زوجها بعد ما مات وهيك صار عندها سعر التكت لتروحها باريس وتشتري فستان أحلامها وبالفعل ما كذبت خبر حجزت تكت وسافرت على باريس وراحت على دار الأزياء وختارت الفستان اللي بنفسها فيه وهناك الكل كان مبهور بجسمها لأنه فعليا هو جسم مثالي لأي دار أزياء وآخر الفيلم بنشوف هاريس ماخذ الفستان وراحة على بلدها فيلم كتير حلو نهايته كتير حلوة عن جد من أحلى الأفلام اللي حضرتها وجود على الجوجل اسمه هاريس goes to Paris وآخر شي قبل ما أنساء إذا حبيين الفيلم وحبيتوا هيك محتوى ما تنسوا تبعتوين لغيركم ليمي نو اني كومن باي ترجمة نانسي قنقر